أكدت مصر ضرورة عدم الاستمرار في ازدواجية المعيير في الحفاظ على البيئة وغض البصر عن التدهور البيئي المتعمد في الأراضي الفلسطينية وفي كلمتها أمام اجتماع الجماعة العامة للأمم المتحدة للبيئة أوضحت مصر أن العالم يراقب ويوثق ما يحدث للشعب الفلسطيني مشددة على أنه لا يمكن الاستمرار في إعطاء رسائل متضربة فيها ازدواجية في المعيير كما دعت مصر إلى اتخاذ موقف موحد لمنح الفلسطينيين الحق الكامل في الحصول على احتياجتهم الأساسية من مواردهم الطبعية مشيرة إلى تتابق الشيء نفسه على منطقة البحر الأحمر ومعتبرة أن الوضع غير المسبوق هناك تسبب في تدمير النظام البيئي والتنوع البيولوجي والمياه البحرية